قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترنا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجال الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا واسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتع بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتموا شعيبا إنكم إذن لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم مجافبين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتذلى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضررون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء واصقبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقصت عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء واصقبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقصت عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يقدر الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فولموا بها فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيغاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساخر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساخر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا آه إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم إنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أنت القيب إما أن نكون نحن الملطين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فبقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي الساحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهاغون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاق ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا سقبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتبع موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك بآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا حوقهم قامرون قال موسى لقومه استعنوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبابه والعاطبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عذبكم ويستخلفكم في الأرض فينمر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطرفان والجراب والقمل والغفاذ عبدما آيات مفسقلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما بقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن تشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما تشفنا عنهم الرجز إلى أدن همو بالغوه إذا همو ينكثون فانتقرنا منهم فأورقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستوعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أسنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فردكم على العالمين وإذ أمجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وباعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأقيه هارون أخلفني في قومي وأصنح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تدلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك كتبت إليك بأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فقل ما آتيتك بكم من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فقلها بطبة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبغون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتقذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتقذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء آخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتقل قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خبار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتقذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد غلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتموا أمر ربكم وألقى الألباح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استوعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخيب أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها نغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغرب أخذ الألباح وفي نسقتها هدى ورحمة للذين همون ربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلتهم من قبل بإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتلة تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء من تبنينا فاغفر لنا ورحمنا وأنت خير الغافرين وابتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسيعة كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هموا بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجد له مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويغر عنهم إصرهم بالأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباقا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضجب بعصاق الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عينا قد علم كل أناس مشرفهم وغللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلبا كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يغلمون وإذ قيل له مسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتموا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين علموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاغرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتالهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لمتاعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا ما عذرة إلى ربكم بلعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين غلموا وأخذنا الذين غلموا بعذاب بيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عماله عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فقلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفغ لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه غلة وظنوا أنه باقع بهم خذوا ما آتيناكم بطبة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من غهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل بكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتدوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلب إلى الأرض واتبع هباه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تطعبه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يغلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يغلل فأولئك هم الخاصرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أغل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فاذعوه بها وله الذين يرحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستذرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيد متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه بإلا نذيغ مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يغلل الله فلا هذي له ونذرهم في طريانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيام مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي غرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء من أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعا والله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركا فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبركم سراء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لهم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قلوا دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب به ويتبلس عنغين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمع وكراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإقبالهم يمد لهم في الغي ثم لا يبصرون وإذا لم تأتهموا بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم بهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ولك ربك في نفسك تورعا وقيفة وذون الجهر من القول بالغذب والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ودلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتبكلون الذين يطيمون اسقلات ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينغرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتبدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما دع له الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا وفاغربوا فوق الأعناق فاغربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه بأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لطيتم الذين كفروا زحفا فلا تبلوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأباه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله مبهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تأنته فهو خير لكم وإن تردون عد ولم تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تبلوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدباب عند الله اسقم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتبلوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واكتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستوعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآباكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أن ما أمالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتنا عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطيغ الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء يبتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم أن لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقوا لها ثم تكونوا عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد موت سنة الأولين فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تبلوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير